اشتركوا في القناة وقال المواطنون أن البرواني استضم بباص صغير بخط الجسر وتسبب بين كلابه وإصابة الركاب بينهم فتاة لحول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم وأضاف المواطنون أنه تضررت مقدمة سيارة البرواني فيما هو لم يصب وهو بخير حال الحمد لله على سلامته مليون حمد وشكر لله وإن شاء الله ربنا يشفي المصابين ربنا يشفي المصابين اللهم أمين يا رب لحول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم أعزائي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم أشكركم على حسن المتابعة دمتم بأمان الله إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته